هي جلسة جدى البيزنطي حول تقاصم إرث رئيس الجمهورية المغيب ثلاث ساعات لم تحسم الخلاف على ألية وضع جدول الأعمال ولا إدارة الجلسات وعلى هميشها سقط مرسوم فتح الدورة الاستثنائية فلم يوقع عليه سوى 12 وزيرا وعلي حسن خليل قال محدرا إذا لم نشرع فلن نتمكن من خدمة الدين العام ولا دفع رواتب القطاع العام الرئيس سلام قال تشيدون بصبري ولكن صبر البلد أنا مسؤول عنه والتوافق هو المبدأ ولكن في ثلاثة أسابيع لم نصل إلى وضع الملفات الخلافية جانبا تولى وزيرات تيار جبران باسيل واليسبو صعب الدفاع عن حقوق أكبر تكتل مسيحي في الشراكة وفي التعيين وفي الاعتراض على جدول الأعمال في غياب رئيس الجمهورية واتخذ وزيرا حزب الله معهما خط الدفاع الثاني عن الحقوق والشراكة في مغابة كليا وزيرا أمل عن هذا الكباش باسيل قال نحن نمثل الأكسرية المسيحية ومع ذلك مهمشون وحقوقنا مغبونة ولن نسير بأي بند قبل استجابة طلبنا الوزير حارب دعا إلى سماع وزير الدفاع إذا كان يريد طرح التعينات الأمنية أم لا الوزير نهاد المشنوق قال إذا اعتبرتم أن التعينات هي من الأمور الكبرى فهي تحتاج إلى إجماع وإذا طرح التعيين لن يحصل على الأصوات اللازمة فهل أنتم تطلبون الإجماع على الإجراء وتتركونه في القرار؟ وأفتسج عن قزي بأن الحل هو بانتخاب رئيس الجمهورية بدلا من المطالبة بصلاحياته سلام تمنى أن يتفهم المعتريدون أن 900 طن من المنتجات تحتاج التصدير ويجب تمرير القرار من أجل مصلحة الناس فرد بسيل حقوقنا مهدورة والمسيحيون إما لهم وجود أم لا أجابه سلام أنا أولام في مجلس الوزراء بأنني أسيرك وأنت تقدم بكائية في غير محلها أنا سأمضي بهذا القرار ومن يعترض فليعترض قالها سلام ومشى ومر القرار رسميا بامتناع خمسة وزراء قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية أراد بصعب الاعتراض من منبر السراي فقطع الإرسال الأمر الذي رأى فيه وزير التربية قمعا لم يسجل في عهد النظام الأمني باندقاط التيار الوطني وحلفائه قطعوا الطريق على جدول الأعمال وسلام والفريق الآخر مرروا بند رمزيا ولكن الكباش مستمر بانتظار الاتفاق السياسي الشامل من السراي هذا الشديد البي سي آي